بسم الله الرحمن الرحيم مع دخول العشر الأواخر من رمضان وقرب انتهاء الشهر الفضيل يتضرع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها إلى الله بالدعاء آملا في إدراك ليلة القدر وبدأ أن دعاء هذه الليلة المباركة أهم ما يبحث عنه المسلمون الآن إن شاء الله في هذا الفيديو سأتحدث عن ليلة القدر أفضلها وعلاماتها وروائع الدعاء فيها طبعا أفضل الليالي سميت بليلة القدر بمعنى القدر والشرف تكتب فيها المقادير وهي الليلة التي أنزل الله بها القرآن على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتصادف في الليالي الوطرية في العشر الأواخر من شهر رمضان وصفها الله عز وجل بأنها ليلة مباركة في قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم عن فضلها أخبرنا الله تعالى في اللوح المحفوظ أن ليلة القدر خير من ألف شهر ومن أدركها فهو ذو حظ عظيم فكم من سعيد في هذه الدنيا قد نال سعادته بفضل دعائه في هذه الليلة المباركة التي تعد من أفضل الليالي يجب الإكتار من أدعية ليلة القدر وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف يعظمون هذه العشر الأواخر من رمضان ويجتهدون فيها بأنواع الخير بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إذن العبادة في هذه الليلة بتعادل ألف شهر حوالي ثلاث وثمانون عاما من علامات ليلة القدر تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها العلامة الثانية يطلع القمر فيها مثل شق جفنة أي نصف قصعة العلامة الثالثة ليلة معتدلة لا هي حارة ولا باردة العلامة الرابعة بيشعر المؤمن انشراح النفس وتمأنينة القلب بالإضافة لسكون الرياح وصفاء السماء دعاء ليلة القدر سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها كيفية الدعاء فقال لها يا عائشة عليك بالجوامع والكوامل قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وتابع صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إني أسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدا ومن رواء الدعاء في ليلة القطر اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة من السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني فعليين وإساءتي مغفورة اللهم افتح لنا الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عنا وارزقنا رزقا من رزقك الطيب الحلال اللهم ما قصمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعى الرزق فاجعل لنا منه نصيبا وما أنزلت فيه من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله منا وأحسن قبوله وما كان من تفريط وتقصير وتضيع فتجاوز عنا بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبى خالصة لوجهك الكريم تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير في حفظ الله ورعايته